على ألم الفاجعة ينام يستفق اللبنانيون في بيروت التي استحالت دمارا بعد الانفجار الأليم بوابة المسافرين في مطار رفق الحريري تكشف ألم آخر لأبناء المدينة المختالة بالمحاصصة وفوضى سيطارة وسلاح ميليشيا حزب الله حيث أن فكرة الهجرة باتت تجد لها مستقرا في حساباتهم بعد انفجار الرابع من أبا الماضي أكثر من أربعة ألاف ومئة مسافرين يوميا بحسب الإحصائيات بعد الانفجار في مرفأ بيروت وهي نسبة كبيرة بعد إغلاق دام فترة طويلة بسبب فيروس كورونا وتراجع إعداد المسافرين في حين تكشف إحصائيات سابقة هجرة نحو 33 ألف لبناني في عام 2018 وضعفهم في عام 2019 وهي نسبة كبيرة في بلد مثل لبنان فاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية أوضاعه المعيشية توازيا مع ذلك تكشف تقارير صحفية أن موجات الهجرة في لبنان لن تقتصر هذه المرة على طوائف دون سواها لا سيما مع هجرة المسيحيين المكثفة في الحرب الأهلية وتراجع أعدادهم وهو ما يعني أن الهجرة في السنوات الأخيرة والفترة المقبلة ستكون نسبتها أكبر لدى المسلمين بكافة مذاهبهم في لبنان وما غياب الدعم الدولي الذي صرح سلفا معارضته إعطاء أي أموال للفاسدين في البلاد في إشارة صريحة للأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الله يزداد موقف اللبناني سوءا أكثر فأكثر في وقت تحاول ميليشيا حزب الله المدعومة إيرانيا التوجه نحو الصين وروسيا كما في الحالة السورية واستغلال انشغال واشنطن بانتخابات الرئاسة لقطع أشواط لعادة مرفأ بيروت المدمر إلى سابق عهده محاولة قد تجر لبنان بحسب المراقبين إلى دوامة صراع دولي أكثر شراسة لا سيما مع العقوبات الأمريكية الحالية والقادمة على حلفاء ومؤيدي حزب الله الأمر الذي سيضع اللبنانيين في وجه عاصفة لقبال لهم عليها مع ارتفاع مؤشرات الفاقر ولن يجد مرة أخرى بدا من الهجرة والتألم من فراق بيروت